ينضم إلينا من تونس الخبير في الشؤون الأفريقية و قضايا مكافحة الإرهاب علي العلاني أهلاً وسهلاً بك سيد دارية بداية بالطبع يعني الانقلابات تخلخ الوضع الأمني بالتأكيد يعني يعطي أرضية خصبة للإرهاب في منطقة الساحل لكن إذا كنا يعني منصفين هل كان الوضع أصلاً يعني مانعاً للإرهاب في مالي ونيجر و منطقة الساحل في الوجود الفرنسي قبل هذه الانقلابات ألم يكن هناك وضع من التعايش إذا جاز لنا التعبير بين الأنظمة والتجارة والنظام الاقتصادي و بعض القبائل والإرهاب هناك مساء الخير أستاذ الشريف وتحية لكم ولكل أستاذ المشاهدين أعتقد أن الإرهاب موجود في القرى الإفريقية حتى قبل مجيء داعش وحتى قبل سنة 2011 فيما يعرف بالربيع العربي ثم يعني خفتت موجة الإرهاب في إفريقيا عندما يعني ظهرت داعش في الشرق الأوسط وفي نهاية وجود داعش انتقل خمسة ألاف داعشي ومعظبهم من الدواعش والبعض من القاعدة انتقلوا إلى إفريقيا ومنذ 2019 يعني عندما أعلن الرئيس السابق ترامب عن نهاية داعش وهي يعني عملية غير صحيحة نجد أن هذه التنظيمات الإرهابية تمركزت وتموقعت بشكل أكبر مما كان عليه قبل 2011 بطبيعة الحال يعني عندما تقول التقارير أن انسحاب القوات الأوروبية وخاصة الفرنسية من غرب إفريقيا ومن دول الساحل سيؤدي إلى ازدياد وتيرة الإرهاب هذا يعني في الحقيقة يعني يمكن أن يكون صحيحا ولكنه يعني توصيف نسبي لماذا؟ نحن نتذكر مثلا تقارير حول الإرهاب في 2022 يتحدث عن 77 عملية إرهابية في دول الساحل وفي 2023 هناك عشرات العمليات الإرهابية السؤال المطروح لماذا الإرهاب لم يهزم قبل خروج الفرنسيين وبعض الأوروبيين أستاذ علي هذا السؤال هو اللي أنا يعني في فحوة سؤالي في البداية نعم أنه عادة يكون فيه نظام وهذا النظام يحارب الإرهاب وعندما يختلنا النظام الإرهاب يتمدد لكن تحديدا في الساحل في القارة الأفريقية هناك اتهامات لبعض الجهات والتيارات بأنها هي تستخدم عصى الإرهاب في هذه المنطقة وبالتالي أن يحصل انقلاب لا يغير الكثير من الأدوات إلا إذا كان أحد يريد تحريكها هذا ما قصدته وإلا لكان قضية على الإرهاب حتى قبل خروج القوات الفرنسية هل أوضحت لنا أن الوضع هو مجرد خلال أمني أم أن هناك مستفدين ومتاجرين بالإرهاب ومتعاونين ومستخدمين له بطبيعة الحال الإرهاب له الكثير من المستفدين الذين يتغيرون بين الحين والآخر مثلما تتغير تحالفات القاعدة وتحالفات داعش حسب المناطق نجد مثلا من بين الأسباب التي تجعل الإرهابيين يتمددون هو استغلال التناقضات العرقية والقبلية ثم أيضا استغلال الحوكمة في تلك البلدان المناطق الفقيرة يتم تجنيد الإرهابيين فيها ويقومون بمقاومة السلطة وقد عانت نيجيريا بالخصوص كثيرا من هذه الظاهرة ولكن أعتقد أن أهم طريقة لإحتواء الإرهاب وهو ما لم تقم به لا القوات الأجنبية التي تمركزت بقواعدها في القارة الإفريقية ولا حتى الحكام الأفارقة الذين في معظمهم كانت سياستهم وحوكمتهم ضعيفة إن لم نقل تكن منعدمة يعني مثلا بالنسبة إلى بلدان الساحل الإفريقي نجد الثروات طائلة جدا ونجد مستوى الفقر مرتفع جدا وآخرها في النيجر الذي يعوم على بحر كبير من اليورانيوم والطاقة والمعادر ونجد ثلث السكان يعيشون تحت عدبة الفقر إذن المشكلة في القارة الإفريقية هو غياب الربط بين الأمن والتنمية طالما لم تكن هناك علاقة جدلية بين الأمن والتنمية صحيح هناك مشكلة في هذا الإطار ربما هناك من يستغل هذه المشكلة الآن باختصار في النهاية إلى أي درجة يعني الانقلابات لأنه نسمع الآن صار في انقلاب هنا وهناك وأنه دول أخرى أيضا مرشحة لكن هل الحكم العسكري في هذه الدول ممكن أن يخلب القبضة الأمنية يعني ما الرابط هنا لأنه يعني من يتم الانقلاب عليهم يعني في القابون كانوا حكام فاسدين يعني باعتراف الاتحاد الأوروبي وبالتالي ما الذي يتغير هنا يعني الذي يتغير الانقلابات هي عبارة عن تنفيس اجتماعي نظرا لأنه يعني في حالة القابون يعني نجد أن الأمور وصلت أو التناقضات وصلت إلى أوجهة وبالتالي كان من المفروض أن يرحل يعني الرئيس يعني بونجو مثل ما وجدت حتى في مناطق يعني إفريقية أخرى يعني نجد في الجزائر في أواقر عهد متفليقة كانت الوضعية تنبئ بتحول يعني سياسي جديد بالنسبة للانقلابات الإفريقية أعتقد أن جزءا منها يتم توظيفه من طرف قوى أجنبية وجزء آخر ربما يحاول أن يصحح السياسات التي كان يقوم بها الحكام وبالتالي أعتقد أن هناك بداية استفاقة لدى الشعوب الإفريقية بأن هذه القارة التي يعيشون فيها وكأنهم غرباء أصبح هناك من يدافع عنهم حتى وإن كانوا من العسكريين ولو كان ذلك غير مقبول من الناحية السياسية ولكن ربما اضطرتهم الظروف لذلك وحسب ما تحدثت مع الكثير من أفارق جنوب الصحراء يقولون أن سياسة خاصة دول الساحل الإفريقي ستعتمد مستقبلا على ما يسمى التعويل على الذات والدفاع المدني وبالتالي والتنسيق الاستخباراتي والمناورات المشتركة وقد بدأت ربما بصفة محدودة هذا اليوم بين مالي وبين بوركينفاسو ولكن بطبيعة الحال أهم شيء هو أن هؤلاء الحكام وحتى الشركات الأجنبية المنتصبة في هذه الدول الإفريقية إذا عملت على ربط التنمية بالأمن بالتنمية فإن الجميع يمكن أن يكونوا من الرابحين نرى كيف ستتطور الأمور في تلك البلاد أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات ضيفي من تونس الخبير في الشؤون الأفريقية وقضاء مكافحة الإرهاب علي علاني